اشتركوا في القناة لما كنت والدتي توافت ما كنتش بارتين ودتين بخصة اولي خصة اولي كلي قولي ترسي شغلوك كليمي نوني خليها نتيجة عشان تاكل عندنا عشان ترد كده وتبقى زي الأول عمري ما اختلفت معنا دايما تنحده بعض وروح واحدة للابسة عملت معاه فيلم واحد بس اسمه لكيوم يا بيوم الفيلم ده كان الشرارة الاولى اللي فيها كوميدي اللي بعد كده اتجاه اتجاه لأفلام الكوميدي في حياتي وما زعلت منه ساعات العشرة متولد زعب عمري ما زعلت منه المرة الوحيدة اللي زعل منه وقشت وشي لما وقتله محيوه عشان خطره بطل السجاير هي دي تلت الزعلة الوحيدة وتلنا لحب البعض ومبنوسين لبعض ودايما بهمني لما بيعمل دور حيوه ولما بقى حنرانة وجاييسي للنواة وعملها فترة يطرق اخذ الفيلم دا اللي يقولي اسماعيل حسي الدور مدال حبكي هتعمليه حيوه بتحب الدور اعمليه ما تفكرهش صديق بمعنى الكلمة فحياتنا حنساك وكلنا مش هنساك لان فانده عايش حيائيش معانا على طول الفنان ما جيدش اذن الله يشك